اثنى عشر رئيساً للجمهورية اللبنانية توالوا على سدة الرئاسة بعد الاستقلال إلا أن عشرات المرشحين شارفوا دخول قصر بعبدة لتعدل التطورات الداخلية والخارجية المسار وتمنع وصولهم منهم جون عزيز فؤاد عمون يصف حتي وغيرهم إلا أن أربعة مرشحين أساسيين عبر التاريخ ناموا رؤساء واستيقظوا على كابوس انتزاع الحلم منهم ب43 كان الصراع بين شيخ بشارة الخوري وإميل قدي بفترة من المحلات نام كميل شمعون رئيس جمهورية بعدين بدلت التحالفات رجعوا لبشارة الخوري رئيس جمهورية 52 بعد ما استقال الشيخ بشارة الخوري عقب الثورة البيضاء اللي أعلنت توجهت التفاهمات نحو حميدة فرنجية كرئيس الجمهورية اللبنانية وبآخر الوقت رجعت لعند كميل شمعون عام 64 وقت اللي خلصت ولاية اللواء فؤاد شهاب كان الاتجاه لتزكيت وانتخاب المير عبد العزيز شهاب وشبه محسومة كانت الأمور لكن بآخر الوقت حصل التفاهمات قدت إلى انتخاب شار الحلو رئيس الجمهورية المسألة الأكتر صعوبة لأنه كان النصاب معين وكانت الجلسة رح تصير تاني يوم هي اللي صارت ب88 وقت اللي صار التفاهم السوري الأمريكي على ترشيح النايب مخيل الظاهر وكان مقرر تاني يوم الجلسة وحصل التطورات طيرت الانتخابات لأكتر من سنة وشي وبالتالي ما إجا مخيل الظاهر صار اتفاق الطائف وإجا لياس نهراوي رئيس الجمهورية وكان دايما دايما في عنا مرشح دايما كان يقوله الرئاسي وصلت لعنده وبعدت اللي هو العميد المرحوم ريمون قدي مع احتمال انتخاب حميد فرنجي رئيسا للجمهورية سادت عبارة مستحيل يجي حميد إذا خي سليمين فهل تشيع مع ميشال عون عبارة مستحيل يجي عون إذا صهره بسيل لايال سعد قناة الجديد